موسيقى تواصل مصر جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم يأتي ذلك في حين غادرت طائرة السعودية الواحد وثلاثين مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن خمسة وعشرين طنا وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة شعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر